اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتدربين في فيديو جديد نستكمل فيه اهمية قيادة ضبط جودة التعليم الالكتروني هنتابع فيه اهمية قيادة ضبط جودة التعليم الالكتروني واعتمادها ومراجعتها كما يجب ان تحرص مؤسسات التعليم الالكتروني على ان تكون البرامج والمكررات واحد مكفأة للدرجات الممنوحة من المؤسسة اثنين والتازمة بالقواعد والمعايير المعتمدة ثلاثة قابلة لمراجعة والتطوير والتحديث لمحتويات المادة بشكل دوري أربعة تحسين المادة التعليمية واستراطيات التدريس والتقييم بناء على التغذية الراجعة خمسة تحرص على التكيف لتلبية احتياجات المؤسسات إدارة برامج التعليم الالكتروني بالاسلوب الذي يحقق المعايير الأكاديمية للشهادة الممنوحة واحد تطوير البنية التحتية اثنين تحسين الخدمات بشكل مستمر ثلاثة اشراف فعال ومتابعة دورية ومستمرة أربعة تقويم دائم للنظام التعليمي ومخرجاته لذلك يجب أن تحرص المؤسسة على أن يتم تقديم برامج التعليم الالكتروني بطريقة توفر للطلاب فرصا عادلة للوصول إلى المستويات المطلوبة لإنجاز متطلبات التخرج أهمية قيادة ضبط جودة التعليم الالكتروني أهمية قيادة ضبط جودة التعليم الالكتروني دعم التعليم الذاتي وتمكن المتعلمين من التحكم في نموهم التعليمي لذلك يجب على المؤسسة التعليمية أن توفر لطلابها المعلومات الكاملة والواضحة بخصوص طبيعة برامج التعليم ومتطلباته العلاقة بين التحصيل والإنجاز والتقييم والتقدم الأكاديمي خصائص نظام التعلم وكيفية التفاعل معه تقدم المعلومات التي تساعد المتعلمين على اتخاذ القرارات حول دراستهم وتقييم مسارهم الدراسي حسب معايير واضحة للأداء فعالية المعلومات المقدمة للمتعلمين والمتدربين والعمل على تعديلها كلما اقتضر أمر ذلك تحديد الوسائل المناسبة للتواصل مع المتعلمين وتقديم أعمالهم بما يتلاء مع نظام التعليم أهمية قيادة ضبط الجودة أيضا فيها طرق التقييم الختامي المستخدمة في برامج التعليم الإلكتروني ومنها مراجعة السلامة في إجراءات التقييم المستخدمة في برامج التعليم الإلكتروني من خلال 1. طرق التقييم مناسبة لنمط وظروف الدراسة بهذا النمط من التعليم الإلكتروني 2. إجراءات التقييم والتصحيح وأعلان النتائج تجرى بشكل موصوق ومنظم وملتزمة بالمعايير 3. تتأكد المؤسسة أن التقييم الختامي للبرامج أو مكوناته يقيس بشكل مناسب إنجاز المتعلم 4. التقييم الختامي تحت الإشراف المباشر للمؤسسة 5. تراجع المؤسسة بشكل منهجي سلامة إجراءات وممارسات التقييم وتقوم بتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على التغذية الراجعة في الختام نقول كالوضعنا بين أيديكم أهم الموضوعات الرئيسية الخاصة بمفهوم وأهمية قيادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني شكرا لحسن استماعكم نسأل الله أن يعود عليكم بالنفع والفائدة وتمنين لكم دوام التفوق والتميز ونلقاكم في المحاضرة القادمة وحديثنا عن تقييم فعالية التعليم الإلكتروني على مستوى البرامج